موسيقى السلام عليكم تمكنت الكتل السياسية من اجتياز حاجز انتخاب رئيس لمجلس النواب ونائبي وعلى الرغم من الانتقادات التي رافقت اختيار محمد الحلبوس رئيسا للبرلمان يميل عدد غير قليل من المراقبين الى الاعتقاد ان الكتل السياسية قطعت شوطا مهما باتجاه تشكيل الحكومة الجديدة فيما يخشل بعض من ان تسهم التقاطعات السياسية الحادة بين الفرقاء السياسيين الى تعثر عملية تشكيل الحكومة وتأخرها لاشهر مقبلة رئاسة البرلمان والحكومة الجديدة قصتنا لهذا الاسبوع من برنامج العمود الثامن سنناقشها من خلال ما كتبه الزميلان باسم الشيخ اهلا وسهلا والزميل الدكتور علي شمخي مرحبا دكتور الشيخ كتب في جريدة الدستور عمودا وضع له عنوان الفهلة والسياسية وكتب علي شمخي في جريدة الصباح الجديد عمودا بعنوان استعادة الثقة قبل الدخول في تفاصيل ما كتب هذه اطلالة على بعض المنشيطات الصحفية المتعلقة بقصة الاسبوع جريدة البينة الاعباد يدعو الحلبوسي الى تسريع انجاز القوانين ذات الاولوية جريدة الشرق الاوسط للاطلاع على اوضاع المحافظة المنتفضة منذ ثلاثة اشهر رئيس البرلمان وثمانون نائبا يزورون البصرة جريدة المدى الصدر ونجل السستاني يتفقان على ترشيح عبد المهدي لرئاسة الحكومة جريدة المشرق اوراق اول مرشح لرئاسة الجمهورية تصل البرلمان جريدة الصباح الحلبوسي يكشف عن موازنة خاصة للبصرة حياكم الله مشاهدين الكرام كنا وبعض العنوانات الصحفية المتعلقة بقصة الاسبوع الان نبدأ بمحاور البرنامج مع الفقر الاولى لمقالة باسم الشيخ في جريدة الدستور في تغريدة له على تويتر علق اثيل النجيف محافظين والسابق على اختيار رئيس مجلس النواب التالي علينا ان نعترف باننا ننتمي الى بيئة قيم مختلفة لم نتعلم الفهل وفي شبابنا لنطبقها على عالم السياسة في كهولتنا كان النجيف يقصد بلا شك الحراك خلف الكواليس والاروق السياسية الذي اوصل السيد الحلبوسي لرئاسة مجلس النواب واصفا اياه بالفهلوة وهي من اساليب الشبطار والعيارين المعروفين في بغداد العباسية قديما حياك الله استاذ باسم اخر جملة في بغداد العباسية قديما ما خفت من هاي الجملة شوي ولا ترددت يعني ربما خافوا حسمونك عباسي يعني عودا على مداخلة السيد النائب عمار طعمة الذي انتفض عندما قال رئيس السن بان بغداد الرشيد والمامون وعد ذلك اهانة لبغداد وربطها بالعوامل التاريخية المتعلقة باستشهاد الامة الاطهار في حينها متجاهلا ومتناسيا ان بغداد بعمقها التاريخي هي منظومة متكاملة لا يمكن تجزئتها ولا يمكن فرض الاسقاطات العقائدية والروحانية عليها بانها تمثل الرمز المدنية الحاضرة القديمة التي لا يمكن تجاوزها بأي شكل بالأشكال هذا مثل ما يقولون باي ذوي هذا السؤال يعني ليس في صلب حلقتنا عن تشكيل هيئة الرئاسة في البرلمان يبدو انك غير راضا عن اختيار الحلبوسي رئيسا للبرلمان لكن يرى اخرون ان هذا شاب وخارج من الكتل ربما غير اسلامية لأول مرة يتبعوا منصب رئيسا للبرلمان ليس لي الحق بالاعتراض على شخص السيد الحلبوسي الاعتراض على الآلية التي تمت بها اختيار السيد رئيس البرلمان لا سيما وان هناك شواهد عديدة تؤكد بان ما جرى خلف الكواليس من استخدام للمال السياسي ومن صفقات سياسية ومن تسويات ممكن ان تقدم للواجهة السياسية شخصيات قد لا يمكنها ان تنقذ العراق مما هو فيه او ربما تقدم منجزا جديدا للعملية السياسية انت استنت في هذا المحور على الاقل بتغريدة للسيد اثيل النجافي ويعني بكل الاحوال السيد اثيل النجافي شخص غير محايد في هذا الاطار في هذه التغريدة بوصف اخيه السيد اسامي النجافي كان مرشحا ضد الحلبوسي يعني تغريدة السيد النجافي كانت واضحة كان يفصل ما بينما يبنى على القيم والمبادئ السياسية هذه التقاليد السياسية المتوارفة وبينما يلحظه الآن من حراك يوصف بالفهلوة واسلوب من اساليب الشطارة والعيارين القدامة وبالتالي هذا لا يليق بعملية سياسية الهدف يعني نحن لا نريد ان نكون ميكافليين لكي نبرر لأهدافنا ما يستخدم من وسائل قد تكون حتى غير شرعية وصوت السيدة والدكتورة ماجد التميمي كان عاليا وواضحا ويشير إلى مواطن خلل يجب أن يتم تصحيحها ومعاقبة المتسببين دكتور علي شمخي لديه وجهة نظر ربما مختلفة عن ما طرحته سيد باسم الشيخ خلل نسمعه وجهة نظر دكتور علي شمخي في جريد الصباح الجديد مع انطلاق الخيار الدستوري بانتخاب رئيس مجلس النواب ونائبيه وما سيعقبه من انتخاب رئيسي الجمهورية والوزراء يتطلع الشعب العراقي لأداء سياسي يخفف من الاحتقان والاهتزاز الذي صاحب العملية السياسية في الدورة السابقة وصل مداه إلى حد فقد الثقة بالنظام السياسي والمقاطعة الكبيرة للانتخابات التشريعية والمطالبة بتغيير وتعديل الدستور والنظام البرلماني واستبداله بالنظام الرئاسي دكتور علي يبدو أنك أكثر تفائلا من السيد الشيخ وتعتبر أن اختيار رئيس البرلمان انطلاقة جيدة وجديدة لماذا؟ حقيقة احنا كنا متفائلين مع انطلاق بدء جلسات مجلس النواب ولكن هذه الانطلاقة مع الأسف حصلت صدمة كبيرة بآليات وأطر انتخاب رئيس مجلس النواب نحن نعيش نتاج مرحلة ما سبقها سخط ونقمة من قبل ملايين من الشعب العراقي بسبب الأداء السيء بسبب الانتهاكات ظهر ذلك واضحا بشكل جليم خلال المقاطعة الكبيرة للانتخابات وفي نفس الوقت كنا بحاجة حقيقة إلى فرصة لاستعادة الثقة وكان يمكن لأعضاء مجلس النواب أن يعيو الثقة من خلال الحلقة الأولى نحن نعتبر مجلس النواب هو البوابة الرئيسية التي يمكن من خلالها رؤية مظاهر الديمقراطية صحيح أن الاستحقاق الدستوري مرة بشكل تشريعي صحيح لكن ما كشفته التصريحات التي أعقبت هذه الجلسة وخاصة من قبل وزير الدفاع السابق خالد العبيدين كشفت لنا أن الأمر ليس هو بشكل صحيح وليس بشكل سليم يعني تصريحات تكشف عن وجود ترشيخ للمحاصصة وفي نفس الوقت هناك غواء مالي وغواء سياسي هذه الملاحظات التي أخذتموها على قضية ترشيح رئيس البرلمان ونائبي هل تعتقد أن الدورة النيابية الحالية قادرة على تحقيق المطالب؟ ما دامت البداية كانت سيئة حقيقة بالتأكيد ستترك آثارها على الخطوات اللاحقة يعني كنا نتوقع أن هناك تعويض أو إيقاف لهذا الانحدار وهذا الانهياب ولكن مع الأسف مع الجلسة الأولى يبدو أن الأمور لا زالت في خلف الكواليس تجري ولا توجد أي شفافية ولا يوجد أي مصارح أمام الشعب العراقي هناك حملة خارج هذه الكواليس حملة لكسر المحاصصة ربما دعا لها باسم الشيخ وبعض الناشطين المدنيين فيما يخص الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية دعونا نأخذ المحور الثاني لمقالتك باسم الشيخ ونتحاور بهذا الموضوع الرجل لم يجانب الصواب فما استخدم من جهود للوصول إلى هذا المنصب كان بارعا جدا وبأساليب لا تليق بأعضاء السلطة الأولى في البلد ابتداء من الأنباء عن استخدام المال السياسي القذر في عقد صفقات وليس انتهاء بوقوف نواب بعينهم ظهروا على شاشات الفضائيات أمام منصة قاعة البرلمان يتربصون لمتابعة المقترعين أما للتأكد من الإيفاء بوعدهم بانتخاب من يدعمونه أو للتأثير والتشويش على الآخرين ربما أخذنا جزء من هذه الفقرة في المحور الأول الذي تحدثت عنه فيما خص المال السياسي يعني هناك دعوة حملة لترشيح الناس العاديين لرئاسة الجمهورية خارج هذه المحاصصة شو سولفنا عن هذا الموضوع يعني يكاد يكون منصب رئيس الجمهورية هو المنصب الوحيد المتاح للتقديم عليه من قبل العام جميل وعلى وفق المادة الثاني وثلاثة من الدستور أعلنت رئاسة مجلس النواب فتح باب الترشيح طيب ولكل العراقيين حلو وبما أننا نؤمن بأن هناك مساواة وعدالة وأنصاف يكفلها الدستور زين لكل العراقيين كانت فرصة لأطلاق حملة شنو هاي الحملة شاسمها اسمها أنا الرئيس أنا الرئيس صار بها هاشتاك هاشتاك رشح من أجل كسر المحاصصة خلو فكرتها هو تكثيف الترشيح زين وتشجيع وتحفيز كل العراقيين والنخب والوجهة والشخصيات التي ترى في نفسها الكفاءة والمقدرة على القيام بهذا الدور أن يقدمون أوراق ترشيحهم وأن يحرجون السلطة التشريعية ضمن أهل إطار هذا؟ أنا متشائم أنه متشائم أن يتحقق شيئاً ونتمنى أن تنظم للمرشحين لن يتركوا لنا الفرصة لأنها فكرة تصب من أجل الصالح العام والمصلحة الوطنية وهي فعالية مدنية قد نكاد ندرك بأننا لا نحصل عليها لكنها فعالية مدنية توصل رسالة إيجابية للجميع بضمنهم السلطة التشريعية جميل وربما تدفعهم أيضاً للتفكير بشكل جدي عندما يختارون الكابينة الوزارية للذهاب للاختيار من قبل الكفاءات العراقية القادرة على إدارة شؤون الدولة والله بانتظار ترشيحكم سيد باسم الشيخ خطم الأصدقاء والزملاء لكسر هذه النمطية التي اعتدنا عليها أبقى متواصلاً في هذا الحوار ومحاور أخرى ولكن بعد هذا الفاصل القصير مشاهدي الكرام تفضلوا بالبقاء معنا فاصل قصير ثم نعود إليكم حياكم الله مشاهدي الكرام وحديثنا في العمود الثامن عن انتخاب رئيس البرلمان أو الهيئة الرئاسية البرلمانية وبانتظار الحكومة انتخاب الحكومة القادمة أو رئيس الجمهوري دكتور علي قبل لا أبدأ بالأسئلة ما رأيك بهذه الخطوة التي أقدم عليها باسم الشيخ وبعض من زملائه يعني قد يكون لها صدى جماهيري جيد أكيد طبعاً ولكن المهم جداً أن يكون لها صدى بشوارات سياسيين المشكلة أن السياسيين يعني الكثير من الطروحات التي تصلهم حقيقة بشكل مباشر أو بشكل مباشر لا يتم التفاعل معها هم حريصين على الصفقات السياسية حريصين على أداء سياسي حقيقة سلبي لربما هذه الخطوة تكشف وتحرجهم حقيقة يعني لو فرضنا إجاء عشرين ثلاثين واحد رشح لرئاسة الجمهورية ما راح بالنتيجة الإسم الذي تحاصصوا عليه راح بالنتيجة ما راح يحصل أغلبية ربما طبعاً نحن ندرك أن القضية صعبة وهذا إنجاز بالنسبة للمدنيين بهذا الإطار وهناك بوادر داخل مجلس النواب تقول بأنهم لن يرشحوا إلى لن يصوتوا لمرشح المحاصصين جميل وبالتالي يكون مفاجأة رئيس الجمهورية ممكن يمكن دورة دورة لاحقة تنضج هذه القضية ولربما تؤثر تأثيراً أعمق أعود إلى رئيس البرلمان والحديث عن اختيار شخصية شابة بهذا الإطار أسمع منك الإجابة دكتور علي ولكن بعد هذا أن نأخذ المحور الثاني لمقالتك في الصباح الجديد التصريحات التي انطلقت باتجاه الاستحقاق البرلماني شكلت صدمة كبيرة للكثيرين حيث انتشرت في وسائل الأعلام ومواقع التواصل الاجتماعي تغريدات وتصريحات اتهم فيها مرشحون خاسرون بعض الأحزاب والتحالفات بتقاضي رشاو وعقد صفقات خلف الكواليس وتمرير مرشحين من دون تمحيص بكفاءتهم ونزاهتهم وهي بالتأكيد بداية سيئة لشوط جديد من النشاط السياسي ينظر بالسنساخ التجربة الماضية دكتور هناك من يتفائل بوجود شخصية شابة على رئاسة البرلمان حريك علاقات ربما مختلفة لأول مرة من حزب غير تقليدي لهذا المنصب شو نعيك بهاي الأراء؟ بالتأكيد هذا محل ترحيب من قبل الشعب العراقي ليس هناك اعتراض الجميع يحتاج إلى فترة تغيير يحتاج إلى وزير شابة ولكن ليس هنا القصد القصد أن أولى الاعتراضات وأولى الاتهامات انطلقت من داخل مجلس النواب على هذه الشخصية ونحن نعرف أن مجلس النواب حلقة مهمة جدا مؤسسة دستورية لربما كل ما يحصل فيها ينعكس على الشعب العراقي وعلى الدولة العراقية عامة يعني كلما قويت شوكة البرلمان قويت مؤسسات الدولة الأخرى بالتالي من الغريب أن تصدر الانفعالات والتغريدات من داخل سياسيين شاركوا في عمل التصويت هي لم تصدر في كل العالم عندما يريدون كشف الفضائح وكشف الانتهاكات تأتي من قبل صحفيين أو من قبل أطراف خارج المؤسسة لا هي بيناتهم صار بالضبط هذا الشيء هو الذي يدعو إلى الحيرة ويدعو إلى الاستغراب اسمعت أيضا أكدعوات أخرى لعمل تحقيق بهذا الموضوع هل فعلا هناك جدية لهذا الأمر وهل الأمر بهذه الهشاشة والبساطة أن تشترى أصوات مثل برلمانيين يعني معقولة أكوهيت شي بالتأكيد هذا الشيء خطير يعني خاصة ما أعلنته النائب سيدة ماجلس تيميمي عندما قالت هناك تصوير للتواقع بعض النواب يعني الشيء الغريب أنه مع أول جلسة حدثت هذه الأمر والجميع كان يعني خائف أو مثلا حريص على أنه لا تحدث انتهاكات لكن العكس هو الذي حصل يعني بعد كل هذا السيل من الاتهامات أنه النواب أنه بترك الآليات السابقة الآليات البالية بضرورة مراجعة هذه الآليات والبدأ بمرحلة جديدة بعد كل هذا الانتظار من الشعب العراقي بتغيير الآليات نجد أنه في أول جلسة يعني كان أصرار على اتباع نفس السبل وأصرار على حصول انحرافات وانشهاكات في العملية الديمقراطية نذهب إلى قضية اختيار رئيس الوزراء وما هي مدى جدية الحديث عن ترشح أو اختيار دكتور عدل عبد المهدي الأنباء التي تتحدث عن اختياره لرئاسة الوزراء ما مدى جدية هذا الحديث وفرص نجاحه مع وجود سياسيين منتخبين داخل قبة البرلمان أذهب إلى المحور الأخير لمقالتك باسم الشيخ لا أتفق مع النجيف في تسويق الصراع بين جيلين يحترم الأول ويتهم الآخر بالفهلوة بل الأمر سيان هو جيل سياسي واحد كلا الطرفين شريبا من ذات المورد وليس هناك أفضلية أحدهما على الآخر الاختلاف يكمن فقط في طريقة الوصول إلى الهدف وأن ما حدث هو تسويق لمسوغ جديد تحت ذريعة تمكين الشباب لتضليل العراقيين لأن كل الأغصان ترتبط بشجرة واحدة تآكلها الفساد ونخرها حتى بان هزالها نعم سيد الشيخ فيما يخص فرص نجاح عادل عبد المهدي لرئاسة الوزراء هل هذا الحديث له جدية أم أنه أيضا بالونات إعلامية يعني أنا أكاد نكون على يقين بأن رئيس الوزراء مهما تكون يعني مسمى البسمة لن يأتي إلا بالتوافق تمام وفضلا بعد تميع مفهوم الكتلة الأكبر وعدم الدخول في هذه التقاطعات شخصية السيد عبد المهدي يعني ما رح نشهد كتلة كبرى لا أظن كثيرا يعني تحاول بعض القوى تجاوز موضوع الكتلة الأكبر يعني أنت لو رئيس الجمهورية وفزيت رح تكلف من؟ أكلف شخصية مستقلة ما رح تروح على دولهم من الكتلة الأكبر؟ من غير المجربين بس الدستوري يقول على رئيس الجمهورية أن يكلف مرشح الكتلة الأكبر؟ يعني الآليات الدستورية تحكم ذلك لكن الموضوع لا يتعلق فقط بالتكليف فريق الوزاري الذي سيتم اختياره الشخصية المكلفة لا لا فريق الوزاري شيء آخر السيد عبد المهدي نفسه عند اعتراضات ولديه من الكتابات والاشتراطات المسبقة هذه الاعتراضات قبل مدة يعني طلعت قبل مو مدة كثيرة يعني شهرين اثناثة وبعد نفسه أجواء الانتخابات إذا قبلها الآن فرص عادل عبد المهدي فرص عادل عبد المهدي كبيرة لأن هناك توافق ما بين الفتح وسائرون فضلا عن استمزاج رأي المرجعية بهذا الشكل وهنا تكمل العقدة على المرجعية ألا تكون طرف اختيار رئيس الوزراء لأنها ستزكي شخص ربما يخطئ وربما يفشل وربما يكون غير قادر وهل هناك امكانية لاختيار رئيس وزراء بدون استناس برأي المرجعية؟ يعني لذلك على المرجعية إذن أن تتحمل المسؤولية إذا ما فشل الشخص المكلف برئاسة الوزراء لأنها كانت طرف في الاختيار لذلك لم يصدر بيان بشكل واضح من مكتب السيد السستاني ربما استمزاج الرأي كان بشكل شخصي للأطمئنان على أن المرجعية لن تعترض كثيرا وأعتقد أن السيد عبد المهدي لديه مقبولية في براني السيد السستاني لذلك سيمر ويكون هو رئيس الوزراء المقر مع موافقة الأمريكان والإيرانيين؟ ليس بعيدا عن موافقة الأمريكان السيد عبد المهدي لديه صلاة أيضا ولديه مقبولية عند الجانب الأمريكي ولديه أيضا مقبولية عند الجانب الإيراني قد يكون هو المرشح الأوفر حظا لأن يكون مرشح تسوية ممكن أن يعد الكفتي الميزان ما بين الأمريكان والإيرانيين نسمع رأي دكتور علي شمخي بمرشح التسوية هل حظوظ دكتور عبد المهدي قوية في هذا الإطار أم لا بعد هذا المحور الأخير من مقالة كيف الصباح الجديد؟ الوجوه عليها أن تثبت للعراقيين أنها أهل لهذه المسؤولية وتتحض الاتهامات التي نالت أو تريد النيل منها وتؤكد أرجحيتها وقدرتها على صنع التغيير من دون التفاف وتزييف ومن دون وعود كاذبة وسيكون الميدان السياسي هو الساحة الأرحب لمعرفة القدرات والكشف عن الإمكانيات وكلما تحقق على يد القادة والمسؤولين الجدد نجاح سيقوي شوكة الدولة ويعزز الثقة في المنظومة الجديدة نعم دكتور هل حظوظ سيد عبد المهدي بمرشح تسوية لرئاسة الوزراء ممكنة قوية ضعيفة برأيك؟ يعني ربما موضوع اختيار رئيس الوزراء في العراق موضوع صعب ومعقد حقيقة نحن لو كانت لدينا أجواء ديمقراطية صحيحة لكانت صناديق الاقتراحية التي تأتي لنا برئيس الوزراء لكن مثل ما ذكرتم الآن في أحاديثكم المتداولة هناك عوامل ضغوط هناك مجموعات ضغوط حقيقة هناك دول ضغوط هناك العامل الأقليمي مؤثر جدا هناك دور إيراني هناك دور أمريكي إضافة إلى التجاذبات الحزبية في داخل قبة البرلمان بالتالي نحن دائما نقول ونتحدث عن أجواء ديمقراطية صحيحة خالية من الضغوط خالية من الأغواءات ننتظر أن نصل إلى هذه المساحة وإلى هذا الميدان حتى يطمئن العراقيون بأن صواتهم لم تذهب هدرا لم يتم الالتفاف عليها هذا الشيء في كل دورة انتخابية يتكرر وبالتالي على السياسين أن يعووا هذه المشكلة وأن يعووا هذا الحراف حقيقة في العامل الديمقراطية المشكلة أن السياسيين لا زالوا يدورون في حلقات العامل الإقليمي لا زالوا يدورون في حلقات المحاصصة وبالتالي الموضوع معقد واختيار عبد المهدي لربما هو تسريبات إعلامية يراد من ورائها أهداف سياسية حقيقة ليس هناك شيء مؤكد بأن عبد المهدي ومرشح الآن للكتلة الأكبر برأيك يعني شقدت راح تطول قضية تسمية رئيس الوزراء أمام هذه التجاذبات وأمام هذه الصراعات يعني لا يبدو هناك شيء واضح جدا يعني هناك تضليل وهناك تشويش حقيقة ولربما هذا التضليل والتشويش مقصود حقيقة من كثير من الجوانب من الأحزاب والكهانات السياسية هم اعترفوا شو اللي حصلوا يعني من هذا التضليل والتشويش بعض المسؤولين في الأحزاب السياسية تسقط شخصيات يعني صرحوا قالوا أنهم يريدون حرق بعض أوراق المنافسيهم يعني عن طريق الإعلام هذا الشيء موجود حقيقة وبالتالي في كل هذه الحلقة المفرغة الشعب العراق هو الخاسر الأكبر والمعاناة مستمرة والتشكيك والاهتزاز والعملية السياسية لا زال موجود لذلك أنا قلت في مقالي استعادة الثقة استعادة الثقة شيء مهم جدا عندما يخطو سياسيون باستعادة الثقة ويجنحون إلى الخيار الديمقراطي السليم أعتقد أن الكثير من القضايا ستكون في طريقها إلى الحال جميل نحن وصلنا إلى ختم هذه الحلقة باسم الشيخ إن شاء الله أسويات حوار خاص بعد فوزك برئاسة الجمهورية إن شاء الله ماشي متتمنى علينا يعني بالأصل صحفي أنت وكثير من الصحفين صاروا رؤساء الجمهورية ممكن امتهى وقت البرنامج شكرا لكم مشاهدين الكرام شكرا للموصول لضيفي في الستوديو الكاتب والصحفي باسم الشيخ هو الكاتب والأكاديمي الدكتور علي شامخي شكرا لكم في مؤلاء اشتركوا في القناة